اتهام الرئيس الاوكراني بلودمير زلنسكي للقوات الروسية بارتكاب ابادة جماعية في دونباس بشرق البلاد وبيؤكد ان الهجوم الحالي في دونباس بيجعل المنطقة غير اهلة بالسكان زلنسكي قال ان القوات الروسية بتسعى لانت هو قال مصطلح كده بتسوي بالارض العديد من مدن وبلدات الاقليم وبيتكلم عن عمليات ترحيل او قتل جماعي للمدنيين معتبر ان كل ذلك بيشكل سياسة ابادة جماعية واضحة بتنفذها روسيا وده طبعا يعني دي الاتهامات اللي بيقولها على طول الرئيس الاوكراني بلودمير زلنسكي وقال ده كمان فيه كلمة مسجلة تلفزيونية ووجه كمان كلمته للقوات الروسية وجه يعني نفس الاتهام للقوات الروسية ان قواته ان العملية دي تبرير للعملية العسكرية في اوكرانيا لكن هي زي ما هو بيقول هي عمليات ابادة واتهم كمان الرئيس بلودمير بوتين يمهن للقوات الاوكرانية هي اللي بترتكب ابادة جماعية بحق السكان النطقين باللغة الروسية في دونباس يعني اتهم متبادل بالابادة سواء الرئيس الاوكراني بيتهم الرئيس الروسي ان هي العملية العسكرية دي عملية معمولة عشان ابادة للاوكرانيين ورئيس الروسي بيتهم الرئيس الاوكراني او النازيين الاوكران زي ما بيتهمهم ونهم بيعملوا ابادة للناطقين بالروسية في منطقة الدونباس بندعي ان الازمة الروسية الاوكرانية تنتهي اللي مؤثر على العالم كله ده ده اللي يهمنا كلنا بالتأكيد في العالم مش بس في مصر او الوطن العربي